مراسلة القاهرة الإخبارية تقول أن تظاهرات للحردين في القدس المحتلة أمام المحكمة العليا الإسرائيلية تأتي احتجاجا على قانون التجنيد كما نرى في هذه المشاهد التي تأتينا من القدس المحتلة وقوات الأمن أو الشرطة الإسرائيلية وهي تحاول أن تفض هذه التظاهرات لهؤلاء المتشددين اليهود الذين يحاولون أن يسدوا أو يقلقوا شوارع في تل أبيب